في إطار سعيهم الحثيث للوصول إلى حلول تنهي مشاكلهم السياسية والقانونية نظمت مجموعة من مهجري ونازحي ليبيا هذا المؤتمر الدولي الأول بحضور عدد من المهتمين والباحثين الأكاديميين في مجال علم الاجتماع وعدد من النشطاء السياسيين والقانونيين المؤتمر حضرنا بهذه الروح لنطلع الأوضاع عن قرب ولنؤكد دعمنا كجزائريين مع الشعب الليبي الشقيق الشعب الأقرب إلى قلوب الجزائريين هذا الشعب الذي يلملم جراحه ومن بين جراحي هذا المأساة المهجرين من بيوتهم ومساكنهم والذين دفعوا الضريبة غالية في أرواحهم وفي أملاكهم خاصة في مناطق الشرقية ومناطق أخرى كذلك مدى إمكانية دخول ليبيا في عملية انتخابية قريبة جدا تعد السبب الأبرز في إقامة هذا المؤتمر الذي طرحت من خلاله أهم قضايا المهجرين والنازحين في الوقت الحالي والمتمثلة في ترشح بعضهم للانتخابات والمشكلات والعقبات التي ستواجههم في ظل منعهم بشكل أو بآخر من حرية التنقل على كامل التراب الليبي هل الجهات المعنية بهذه العملية الانتخابية والمجتمع الدولي من خلفها في دعم لها هل وضع في اعتبارها قضية النازح أو المهجر كناخب وكمترشح وخاصة بين القصة والقضية أكثر بالنسبة للمترشحين في النهاية الناخبين تحاول مفوضية إنشاء مراكز انتخابية خاصة بهم تعداد النازحين في ليبيا شهد ارتفاعا كبيرا إبان الحرب على العاصمة عام 2019 قبل أن يعود أكثر من ثلثين نازحين بسبب هذه الحرب إلى مناطقهم بعد دحر العدوان ولكن يبقى تهجير 250 ألف عائلة من مدن ومناطق مختلفة من شرق البلاد وجنوبها ملفا يرهق كاهل النازحين الليبيين في الداخل والخارج آملين أن تضع وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان حدا لمعاناتهم يعمل المشاركون في هذا المؤتمر أن يكونوا قد أعادوا توجيه بوصلة حل مشاكلهم وقضيتهم إلى الجهات المعنية قبل الخوض في انتخابات الرئاسة في ديسمبر المقبل خديجة محمد ليبيا لحرار ترابلس